موسيقى موسيقى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما كانوا يربي أبنائه وأحفاده على الاستعاذة من الشيطان الرجيم وعلى الدعاء لله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الحسن والحسين قال أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء يستعيد بالله من الشيطان الرجيم فيلتج إلى الله عز وجل في أن يصرف عن أبنائه وعن أحفاده الشيطان وأهوام الأرض والشيطان إنسيا كان أو جنيا والهوام قيل كل من له سم وقيل هم هوام الأرض والحشرات الموجودة فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيد من هؤلاء وهذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة ويريد أن يربي أحفاده على أن يرتبطوا بالله عز وجل ودائما ما كان يربطهم بالاقتداء بأبيهم إبراهيم عليه السلام فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعدما يقول هذا الدعاء بعدما قال أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة يقول وكان إبراهيم عليه السلام يعيذ إسماعيل وإسحاق بهما أي بهذه الكلمات وبهذه الدعوات وهذه عادة الأنبياء اللجوء إلى الله عز وجل والالتجاء إليه في أن يصرف عنهم كل سوء والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان حتى مع فاطمة رضي الله عنها ومع علي رضي الله عنه كان يقول أكثر من قولكم أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة والكلمات التامة أي كلمات الله عز وجل الكاملة غير الناقصة والإنسان يلجأ إلى الله عز وجل بهذه الكلمات إما يقصد بهذه الكلمات أي كتاب الله عز وجل وكلامه سبحانه وتعالى في كتابه وقيل أنه يقصد بها قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وكثيرا ما تجد الأباء والأمهات ينشغلون عن أبنائهم في تحصين أبنائهم والواجب على كل مرب ومربية إذا لجأ أبناؤهم إلى النوم أن يكونوا عند رأسهم ثم يكرروا هذا الدعاء أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ويقرؤون عند رؤوسهم قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ويعلمون الأبناء التوكل على الله عز وجل والالتجاء إليه سبحانه وتعالى وهذا واجب على كل مرب ومربية كما كان قدوتهم صلوات الله وسلامه عليه يفعله مع أبنائه ومع أحفاده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة